حلقتنا اليوم هي عن الفطان من الحفظات وهي مشكلة مع الأهالي كيف يعملوا كيف يعرفوا وينتا وشو الأسلوب أول إشي لازم نعرف أنه في نضوج لازم يكون وصل للطفل هنا مثلا السؤال 9 أشهر مراتي كتير بالـ 9 أشهر بنقدر نبدأ ندربه بس أهم إشي يكون واصل للنضوج أعصاب كيف يقدر يتحكم في الفتحات هاي الفتحان والتسكير يصير تابع للإرادة هذا بقصده بالأعصاب يصير تابع لإرادة الطفل والإرادة هاي بدها نضوج أعصاب وبدها كمان الأسلوب طبعا بدها أسلوب الآن قضية التبول وقضية الخروج هدول كل واحد لحال بس هو بصير يقدر يتحكم بالأعصاب اللي بتفرض أو بتمنع أنه تسرب فهاي مهمة كتير أن تعرفها الأم والأبو مراتي كتير بيبتدوا والولد بعده مش واصل لنضوج وأنا عمالي أركز على هذا عشان تنتبهوا بيبتدوا بفكروا أنه أخوه قبله على التسعة تشهر قدري يتحكم بالحفظات وبطل فيه بطل يحط حفظات ابن أخوي أنا وأنا صغيرة أخوي وهو صغير ما في الشي رابط بين كل هاي المقارنات المقارنة ما بتنفعش هون ولا بها إيش بتنفع حتى لأنه أنا حالة فردية وفيه فروق فردية إذا حسيتي أنه هذا الولد أو هاي البنت صاروا بدهن في نية عنده الطفل وتسعة تشهر بعده مش عارف حاله وين بالنسبة لنضافي والحمام أنا كتير بحب قصة كشكش بلا حفظات وأنا كتبتها وبعرف قديش الأهل بحكوا عنها قصة كتير مهمة اللي توعي الطفل على إنه في بطل أنت بتحبه حابب إنك تتحدى وحابب إنك أنت تسبقه لأنه هو مش قادر بعده بالقصة التسلسل بالقصة الفصول بالقصة هي تعطي للطفل فرصة إنه يتفوق على البطل البطل بعده بستعمل حفظات كشكش بعده مش عارف يتغلب على الفطام من الحفظات وإنت كماما قاعدة بتستفزيني أنا بنتك اللي عمري تسعة تشهر في إني أنا أتفوق على كشكش أتفوق عليه بإيش؟ إني بدي أسابق بدي أسبقه بدي أفوت على الحمام بدي أجرب وكتير هذا طريقة أسلوب عامل بساعدني أنا كائم إني أخلي الطفل يفهم إيش عم بطلب منه لأنه بعده تسعة تشهر بعده مش فاهم شو يعني الكبيني ويقعد عليها فالقصة كتير إثارة كتير عاطفية جميلة اللي فيها أول إشي أنا فهمت فهمت من خلال السرد تبع الماما وين أنا وشو أنا بالنسبة لكشكش بعد ما فهمت بعد ما انبسطت بعد ما استفزت وقثرتيني ماما إسا ذكرتيني إنه أنا فيه كنت أفتفوتني الماما على الحمام زي كشكش كشكش البطل فات على الحمام بالأول كمان مرة ما نجحش وكمان مرة ما نجحش آه أنا بدي أتفوق علي أنا بدي هقلده ومش بس بدي هقلده أنا بدي أسوبه وهون هاي عملية الاستفزاز اللي دايما بحكي فيها بالدراما إسا قوعك قوعك تخذ القصة تتخدم حاشتك العطفية اللي فيها مثلا إنك أنت مستسلمة إنه أنت مش قادرة تعوديها إنه أنت خايب أملك ممكن كمان في كتير أمهات بيستخدموا التوبيخ إنه كشكش لو تيجوا تشوف بنتي كشكش لو فيه هيك إحباط وعدم رضا وبنتي مش عند حصن ظني بالعكس تمام استخدمي القصة كشكش بلا حفظات في إنك تيجي تقولي له أنت يا كشكش وضلك تستخدمي إنه مش قادر إنه فاشل إنه بعرفش إنه هو مش قادر يكون ندير كل ما في وسعك في إنك تزدتي وهون الاستفزاز أنت مش عم بتزدتع أخوه أنت مش عم بتزدتع لأبن عموه عادة إحنا الأهالي بيصيروا قارنوا والمقارنة أنا دايماً بقول أسلوب تربوي كتير قاهر وكتير بخليني أنفعل وأصير عصبي وبصير أكره اللي بتقارنيني فيه لأنه هو ناجح وأنا لا هون أنت عمالك بتقارني مع بطل قصة اللي أنا كتير بحبه وبحبها قلده بس عم بتقارني في إنه أنا تفوقت عليه وهذا أسلوب اللي بيخلي الطفل يوم ورا يوم ورا يوم بتضل في رأسه الفكرة إنه كيف بده يقدر يتفوق على كشكش وينجح في إنه يستخدم الكابيني ويشفى أو يقدر يتخلص من الحفظات بس كمان مرة برجع بذكرك وكتير مهم إنه أذكرك إنه أنا ما قدرش أعوده على استخدام الحمام وعلى النظافة وعلى إنه يتخلص من الحفظات طالما أنا ماما بعدني مش ناضج من ناحية هالجانب هذا إسا كتير تيجي تقولي لي طيب ليش أخوه طيب ليش ابن عمي لو أنا ماما أنا سبقت ابن عمي وسبقت أخوي بفروق فردية أخرى أنا يمكن مشيت قبلهن ماما أنا يمكن حكيت قبلهن ماما أنا يمكن أنا صرت أكتر متعاون ماما مع إن الطفل صغير بعدني قوعك وتقارنه بحاجة عندك حاجة بدك يتخلص انت حابي وأنا بفهمك أنا بفهمك كتير منيح إنك بدك تخلص من قضية كل قضية الحفظات والنظافة أنا بفهمك بهذا أنا بفهمك كمان إنك بدك تتباهي قوعك تحطي هذا الجانب في إنه يحبط ويضعف موقف ابنك بنجاحاته الأخرى الفروق الفردية بكل جوانب حياتي أنا كطفل ماما في إلها تشعبات اللي فيها أنت بتقدري أنك أنت تنبست علي في إني أنا سبقت بواحد تنين ثلاثة صرت هقدر أركب مثلا على بوسوكليت مثلا ابني اللي كان قبله أو أخوي أو حدا ما كانش يقدر ما سبقش ببوسوكليت صرت هقدر أفوت حذائي ألبسو أنتعل كمان هذا ما كانش غيري حدا من الأخو اللي أنت بتقارن فيها فبدت تتذكري ماما ما يصيبكيش حالة من اليأس والإحباط أنه جربته تصيري من رفزي وتصيري هيك بدك توبخي مرتك كتير بتصيري عصبية ما فيش عندي مانع أنك تجربي بس إذا شفتي أنه بعد أسبوع أنت بواد وهو بواد يعني مش عم بتجاوب معناها اعرف تمام ماما أنه أنا أو اعرف تمام بابا أنه أنا بعدني مش واصل لندوج أعصاب ربط الأعصاب مع قضية أني أنا أقدر أتحكم بالفتحة هاي هاي الفتحة بقدر أتحكم فيها لما بصل لندوج أعصاب والقصة مش غلط أنك تحكيها كل يوم أحكيها حاببها برضو أحكيها بس مش معناه أنه أنا صورت نضيف وصورت أفوت على الحمام دايما لا القصة عم بتأثر فيه وعم بتخزن معلومات عندي يوم ورا يوم أعصابي الأعصاب كل العملية اللي فيها تقدر تتحكم بهدول الفتحات شوي شوي عم تتطور عم تنضش ويوم ورا يوم أنا عمالي بذوت بفوت هالقصة بحياتي وعمالي بجرب بدي أتفوق علي لكشكش أما قوعك تكسريني وتخليني أحس أنه كشكش قدر يسبقني وأنا بعدني منكسر وفاشل لا احكي معاه وقليله لكشكش أنك أنت أنا متفوق وأذكر كل التفوق تبعي وأذكر أنه أنا مشيت أسرع منه لكشكش أنا حكيت أسرع منه لكشكش أنا صرت أعرف أقول شكراً قبله لكشكش كل الإمكانيات اللي فيها تعززي 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 وهيك وهيك أنا وياكي منتعاون سوا وأنا بقدر أتغلب وأصل لفطان من الحفظة تابعوني وبحب كتير تسألوني وأشاركوني حتى لما نجحتوا إذا نجحتوا بأسلوبة شاركوني في النجاح أنا عندي ماما ما بتقولي لا 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 أحكي معها من الأينا لا 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 حاببتي ماما ست الستان حاببتي ماما